كصص حياة القديسين إعداد قناة الملكة والأمير إذا كان أول مرة تشاهدون القناة لا تنسوا بالإعجاب بالقناة والاشتراك فيها الشهيد أليكسندر الطبيب كان أليكسندر جندياً يتبع كتيبة من منطقة طيبة بصعيد مصر سمع عنه الإمبراطور ماكسيمانوس إنه صار مسيحي فاستدعاه إذ أمروا بتقديم بخور وزبائح وسنية رفض أليكسندر ولما أصر الإمبراطور مستخدماً سلطته أجاب الجندي بشجاعة مملوئة أدباً إنك صاحب سلطان أيها الإمبراطور لك أن تفرد علي وأنا سعيد أني أهيب كإمبراطور ولكني أحب إلهي أكثر منك هدده الإمبراطور بالموت إن لم يسبح للأوسان فآجبه الموت الذي تظن أنك تهددني به فهو في نظر المسيحي حياة إذ أصر الإمبراطور على ذلك وتشدد إكسندر ليدرب المائدة التي أمامه بكل قوة واللقى بكل أدوات العبادة الوسانية فاغتاز ماكسيمانوس وأمر السياف أن يضرب عنقه فوراً وإذ رفع الرجل يده بقوة ويبست في الحال وامتلقوا رعباً وألقى الإكسندر في السجن ولكنه هرب إلى مزالع بجانب حيث اختبأ فيها هناك عدة أيام إذ بحثوا عنه ووجدوه وحاولوا الإلزامه بتقديم زبائح للأوسان فرفض مسلماً عنقه للاستشهاد وكان ذلك في عام 297 ميلادياً وقد قامت سيدة طقية تدعت بتكفينه بركاته صلواته ألاء القدسين تكون معنا أمين